الحقيقة برضو الحديث عن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي لا ينتهي أثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه مدرب كبير وعظيم ورائع الحقيقة أقدر أقول أننا بنمتلك مدير فني مميز وللغاية الحقيقة أيضا من هنا لازم أشكر مجلس إدارة النادي الاهلي وكابتن محمود اللي قرر التعاقد مع مارسيل كولر في ظل ترشحات وأسماء قوية اللي كانت معروضة على النادي الاهلي في ذلك الوقت أنا مش بقول الكلام ده الحقيقة من فراغ ولكن أنا بقول على الكلام ده بناء على النتائج والإدارة الفنية للمدير الفني مارسيل كولر بيني وبينكو خصوصا يعني في المباريات الكبيرة عامل عظمة الحقيقة مارسيل كولر حتى الآن في كل المباريات اللي بيدرها بشكل جيد جدا والحقيقة قبل بس ما سيب نقطة مارسيل كولر هناك البعض في الاستوديوهات التحليلية ودي برضو للمرة المليون بأتكلم فيها ولازم أفضل أتكلم فيها كل مرة في حد طلع يتكلم على مارسيل كولر وقال لك أنه فريرة هو اللي ساعد مارسيل كولر وأن مارسيل كولر ما عملش حاجة وأنه مدرب عادي وكلام من ده أنا بس كان نفسي أسأل ولو حصل العكس كنت قلت كده يعني لو حصل العكس ولقدر الله إزا ملك اللي كسب كنت هتقول إيه بالمناسبة أي مدير فني هو أي مدير فني ناجح بيملك المباريات بيبقى شايف إزا يكسب وإزا يخصى بيبقى شايف إن المدير الفني الآخر غير غلط وبالتالي أنزل أنا في التغييرات الغلط دي تغييرات صحة عشان أكسب ما أنا ممكن أنا هو ينزل تغييرات غلط وأنا نزل تغييرات أكتر غلط منها يا جماعة مش كده هو النادي الأهلي عامل لحضراتكو إيه ما نتكلم بمنطقية يوم لما حضرتك بتتكلم على مارسيل كولر لما بيبقى متعادل بنسكت وبنقول ماشي بنعدي الأمور ولكن الراجل كسبان وثلاثة صفر وكسبان نادي كبير زي نادي الزمالك حضرتك تيجي تقول على الراجل على الراجل السويسري مارسيل كولر إنه يعني ما عندوش فكرة أو بلاش ما عندوش فكرة إنه لم يدير المباراة بشكل جيد ولكن فريرة هو اللي أساء في التغييرات حتى لو كان فريرة أساء في التغييرات ما هو الراجل نزل تغييرات صح وقدرت تكسب الماتش إدوا للراجل حقه ولما نغت غلب لقدر الله يعني أو نتعادل أو يعمل بسبب مارسيل كولر ويعمل تغييرات وإحشى ابقوا قولوا وصدقوني إحنا حنوقف معاكم ساعته إيه رأيكم لكن أنا معرفش الحقيقة الواحد بيشوف حاجات تخلي الواحد يطلع يعني دايما الواحد بيحاول دايما يبقى إيه هادي والدنيا لطيفة الحمد لله ربنا بيكرمنا وبنكسب حتى في المكسب ما تفضلش تضرب على اللي قدامك جامد أو فكر في نفسك دايما يعني الكابت الخطيب لما جاء كالقه أقوله قل لي إسلام فكر في النادي فكر في النادي الأهلي فقط ما تفكرش في حاجة تانية لأن إحنا طول ما إحنا كويسين حنفضل كويسين وحنكسب وحنفضل متصدرين للدوري ولكن أنا مثل هذه الأمور الصغيرة بتخليني أتوقف عندها خدوا بالكم أنتوا بتتكلموا على المدير الفني للنادي الأهلي اللي كسب نادي الزمالك 3-0 هتقول لي آمه وده طبيعي وحصل بكده إن أنا كسبت 5-3 والكلام ده كله آه ولكن أنت بتلاعب النادي الزمالك نادي كبير برضو الكل أدي للراجل حقه بس أنا بقولش حاجة أدي للراجل حقه خصوصا إن حضراتكم في قناة محايدة بداية من مباراة الزمالك في السوبر المصري الحقيقة كان مرسيل كولر لسه ماسك النادي الأهلي قبلها بأيام قليلة والزمالك معاه كل الدوافع حتى كمان أفتكر لتوقعات ساعتها كانت دائما بتنصب لصالح نادي الزمالك اللي كان معاه مدير فني جيد جدا ورائع مرسيل أنا أسف فريرة ومستقر ومعاه من منتصف الموسم اللي قابله وواخد دوري وكاس وبتاع فالناس كلها قالت لك الزمالك هيكسب ربنا كرم وقدر كولر الحقيقة أنه يحسم هذه المباراة لصالحه مباراة بيرامدز أيضا في الدوري والفوز على بيرامدز بثولاسية نظيفة كمان الزمالك في مباراة القمة بالأمس حفضل أقول القمة وحفضل أشيد بنادي الزمالك خلي بالكم حفضل أقول الكلام اللي أنا بقوله ده وحفضل لأنه أنا راجل مقتنع أن تاريخ كرة القدم بعد النادي الأهلي بشوية هتلاقي دايما النادي الزمالك في كل حاجة يعني لما تقول 42 دوري هتقول 14 دوري نادي الزمالك يعني نمرة 2 على طول هتلاقون نادي الزمالك فلازم هقول قمة فقمة الأمس الحقيقة أكدت تفوق مارسيل كولر على الزمالك وفريرة برغم الغيابات الكثيرة جدا اللي كان بيعاني منها النادي الأهلي وعدم اكتمال صفوف الفريق تعرف قوة المدرب منين أنه بيشتغل دايما على التفاصيل الصغيرة شوفوا رفع الضغط هو أتكلم على موضوع محمد شريف وكيف استطاع أن يزيل الضغط من على محمد شريف محمد شريف جاب جنب يمينه وجنب شماله حاجة كده في منتهى محمد شريف رجع زي زمان اللي الناس كلها كانت تنتظره ومستنيها ترجمة نانسي قنقر